اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ساعات قليلة وتنطلق مواجهة كبيرة تجمع النادي الاهلي بالرجاء المغربي مواجهة بين اشقاء ان شاء الله في المغرب مباراة العودة في دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا مواجهة بإذن الله بإذن الله يكون الفوس فيها حليف النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه العقبة الصعبة العقبة الصعبة اللي صعبها على نفسه من مباراة الزاب كان الامور ممكن تحسن من مباراة الزاب اداء النادي الاهلي كان اداء رائع في مباراة الزهاب اضاع العديد من الفرص رجاء البيضاوي فيه اشهد تاني كان بيلعب بنقص عددي وضربة جزاء ضائعة لنادي الاهلي اهي ظروف حصلت في مباراة الزهاب ولكن مباراة العودة لها حسابات كثيرة وحسابات خاصة جدا بتلعب خارج ارضك بتلعب على ملعب فريق كبير هو الرجاء المغربي جماهير عظيمة هي الجماهير المغربية وان شاء الله الاهم بالنسبة لنا كلنا ان المباراة تخرج بالشكل المثالي الرائع اللي بياليك دايما بنادي كبير زي نادي الرجاء زي ما ياليك بالنادي الاهلي ما فيش اي حاجة تقلقنا من هذه المواجهة فنيا ولا جماهيريا جماهير المغربية دائما جماهير عظيمة وجماهير محترمة وجماهير تستقبل الفرق والمنتخبات المصرية بكل احترام هي مباراة في ارض الملعب عايزينها دايما تبقى مباراة في ارض الملعب واصقين 100% انها هتبقى مباراة في ارض الملعب باسم النادي الاهلي وباسم نادي الرجاء تبقى مباراة كبيرة يفوز من يفوز احنا نتمنى فوز النادي الاهلي وسعوده واكيد الرجاء وجماهير وتتمنى سعود نادي الرجاء مهم ان المباراة تبقى في ارض الملعب وده اللي احنا واسقين منه اما الامور الفنية عند بيتسو موسيماني بالنسبة للنادي الاهلي فامور فنية بالتأكيد يلزمها الصبر يلزمها التركيز ويلزمها التأمين الدفاعي الجيد والهجمات المنظمة عشان يسجل هدف يحسن به الامور بدري بدري كل التوفيق للنادي الاهلي هنتكلم كثير عن هذه المواجهة تفاصيل هذه المواجهة زي النادي الاهلي يتلافق اخطاء مباراة الزهاب ويستفيد من ايجابيات مباراة الزهاب كل ده فيه مباراة العودة ان شاء الله لتنطلق خلال ساعات مع صديق عزيز مميز دوما هو محمد جمال بعد هذا الفاصل خليكم يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني الحديث عن هذه المواجهة الكبيرة المواجهة للتجمع النادي الاهلي بأرجاء المغربي في اياب دور السمانية من بطول الدوري ابطال افريقيا صديق عزيز مميز دوما محمد جمال المحلل الرياضي محمد مشرف ومنور دائما بسعب تواجدك معاك موصول اني موجود معاك اخبارك ايه تقوله تمام خلاص بقت ساعات ساعات قليلة والمباراة انطلق المباراة اللي انا قلت وكررت انه الاهلي صعب على نفسه يعني كان مباراة الزهاب كان كل حاجة هتخلص وكل حاجة تبقى محسومة والامور تسهلت على الاهلي سواء على مستوى الاداء اللي قدموا النادي الاهلي تحديدا في الشوت الاول او حتى بعد النقصان العديد اللي فيه سفوف رجاء بعد الطرد بس الاهلي خلى المواجهة صعبة خلى المواجهة مستنيينها خلى المواجهة صاقيلة رغم كل الثقة في النادي الاهلي بالتأكيد صاحب الرصيد الاكبر والاهم في البطولات الافريقية المواجهة دي شايفها ازاي طبعا انا بتفع معاك هبدأ من ما انتهيت علي انه كل الثقة فيه لعيب النادي الاهلي والمدير الفني وجهاز النادي الاهلي في انهم يتجاوزوا طبعا طبعا انه النادي الاهلي الناس لو رجعت اتفرجت على مباراة الذهاب تاني واحنا قبل ساعات من انطلاق مباراة الاياب ورغم الاجواء الكتير المحيطة بالمباراة لانه الناس ترجع تتفرج تاني تلاقي ان المباراة كانت في المتناول جدا المباراة انتهي بفوس عريض للنادي الاهلي الشوت الاول بس كان ممكن يخلص اربعة وخمسة للنادي الاهلي اه ما كنتش موفق وعايز اقسم هنا مباراة الذهاب قبل ما نتكلم على مباراة العودة على جزئيتين الجزئية الاولانية هي البرباريشن او التحضير التحضير كان ممتاز من بيتس ومسة التحضير للمباراة كان ممتاز استغلال المساحات اللي في ظهر الوينج باكس بتوع الرجاء لان رشيد التوصي بيلعب دائما وابدا هو قادر رجاء سبع مباراة بما فيه مباراة النادي الاهلي بيلعب بالتلاتة اربعة تلاتة فالتلاتة اربعة تلاتة زي ما يبقى لها ايجابيات للتأمين الدفاع في العمق لانها على الاطراف لو الوينج باكس ما بيرجعوش بشكل كويس وده اللي هنشوفه من خلال بعض الحالات ازاي بيتسو قادر انه يفرق المساحات دي خاصة في ظهر عبدالالله مدكور الوينج باكس اللي يمين بتاع الرجاء وقدر يستخدمه ده اللي النادي الاهلي قادر انه يخلق منه من خلال التحضير الممتاز طيب ايه بقى اللي احنا النقط اللي احنا لازم نتتركها ادارة المباراة من بيتسو المسلماني كان فيها بعض المشاكل في التغييرات وجود بعض اللاعبين في الملعب لأوقات اطول من اللي المفروض كانوا يتواجدوا فيها اما لعدم التوفيق اما لعدم المعيزة زي محمد شريف محمد شريف قدم واحدة من اسوأ مباراته يمكن انه كنت في الملعب محمد كان عنده مشكلة كبيرة في التحركات ويمكن لو رجعنا شوية الورا هلاقي ان القصة لي ملازم محمد بقاله فترة طويلة ومش النهاردة ولا مبارح ودايما المدربين بيقعدهم مشكلة ممكن المهاجم مبقاش موفق بيسيبه في الملعب لكن يكون بيخدم المجموع اي مهاجم في الدنيا بيتم تقييمه على اكتر من صعيد منهم الديناميكا او الحركية بتاعة المهاجم منهم الانسجام واللعب مع المجموع تلاتة الافيشينسي او التهديف اولا الناس بسهولة دايما كان الناس تهزر او تتحرك تقول لك المهاجم ده بيتحرك كويس المهاجم ده بيشتغل مع الفرقة كويس او حتى مروان مروان محسن يا مروان انت عارف انتقادات عديدة كانت على مروان محسن دايما لما كان مع الاهة او مع المنتخب بس كان المدربين يحبوه تحركاته فكرة انه ينقل اللعب بشكل كويس بس ما كانتش بيسجل بالنسب كويس عشان الناس كانت بتنتقده اللي انت قلته انت شفت بالتدريج بتاعك انه بيكون بيلعب مع زميله كويس بيلعب مع المجموعة كويس انه بيتحرك كويس واخر حاجة انت قلتها انه سجل اهداف المشكلة انه محمد كان عنده تلاتة التلاتة كان فيه مشكلة اه وانا سألت السؤال ده لمستر بيتسو في المؤتمر وقال لي انا متفق معك عشان كده خركته انا كان سؤالي هي الفترة الحالة حالة اللا توفيق اللي عنده محمد في التلات برامترز دول ملازمينه وقاله فترة كان سؤالي انت ليه ليه اشركته كان عندك يمكن خيارات تانية فالرجل قال انا بتفق معك عشان كده انا قركت محمد بدر لكن والرجل دي تحسبله ادى الثقة في محمد وقال انا محمد لعيب كبير حتى لو بيمر بحالة من عدم الثقة او انه ما بيسجلش كتير اللي انا بثق فيه في مبارات العودة ما ظنش انه يكون في مبارات العودة ما ظنش انه بكرا يكون موجود اه اظنش يبدأ لا ما ظنش انه هيبدأ الراجل اكيد في دماغه حسابات كتير في دماغه ايه المشكلة اللي كانت عنده في مبارات الذهاب وده اللي هنروح له لما نتكلم على ايه المشاكل اللي كانت في ادارة المبارات من بيتشو طيب قبل ما نروح للمبارات تانية المبارات اللي قوله لو انت قلت لي برضو التغييرات كانت تأخرت او ما كانتش موفقة ايه التغييرات اللي كانت متأخرها او ما كانتش موفقة من بيتشو المسلماني في مبارات الذهاب نقطتين هي إدارة المباراة، نقطتين إما التغييرات جوه الملعب والتحركات بتاعة اللعيبة أو التغييرات من على البنش طبعاً فالراجل لما جيه ابتدى يفتح الملعب يستغل الطرد بتاع مروانها دهودي مع ركلة الجزائل اللي ما كانش فيها توفيق قضاعات بتحصل بتلاقي يشتغل على الأطراف ويفتح الملعب بمحمد هاني وأيمن أشرف لحد ما قراجه بعدها محمود وحيد اللي هاجر التغيير بتاعته في النهاية يعني الراجل لما أفتح الملعب الطبيعي أنا بفتح الملعب عشان يا إما بجمع عليها بفناحية عشان أشتغل بعد كده أو الكروسات اللي بتلعب لورا أو إن أنا بعمل الكروس جوه الـ 18 للعيبي قدر ياخده فأنا بعد ما عملت تقوله بايب بلعب بثنين رس حربة في الجزء الأمامي استغلال النقص العدد وليد سليمان وبرسي تاو طب أنا بعمل الكروسات ليه؟ فاتح الملعب ليه؟ دي تغييرات اللي جوه الملعب تغييرات التانية وحاجة مكررة على فكرة يعني كتير قوي بيتسو موسيماني لما بيبدأ يفتح اللعب على الأجناب ما تلاقيش في مهاجم لما هو بيقرر حتى في وجود محمد شريف حتى في وجود محمد شريف لأن محمد مش مميز بالرأسيات ومش رأس ماله الرأسيات فأنت مش محتاج تعمل كده وحتى لو هتعمل ده كان عنده أولى ورقة إنه يبتري يخش كان حسام حسن ليه؟ هو العيب مميز في الرأسيات في مباراة ودايما كنا بناخد على موسيماني المبارايات اللي فاتت وسوق المستوى اللي كان عليه النادي الأهلي في المباراتين ثلاثة اللي فاتوا بعد أمم أفريقيا إنه ما عندكش ما بتصنعش كتير المباراة دي كانت العكس تماما انت صنعت 17 فرصة 17 فرصة لكن كان عندك مشكلة في الإفشينس في التسجيل في الكفاءة في التسجيل فهنا أنا مش محتاج أزود لعيبة تحت مش محتاج نزلت أفشا ونزلت وليد سينيمان حتى طاهر هو جناح مش مهاجم فأنت غيرت في المجموعة اللي تحت المهاجم لكن المشكلة الأساسية أنت معالك تهاش فأنت هنا في النهاية عشان ما نتقولش في قصة مباراة الزهاب وقت طويل إنه أنت التغييرات ما استفدتش منها بالشكل الأمثل على الرغم إنه أنا كان عندي تعجب كبير بين وجود وليد سينيمان وليد سينيمان قد مباراة جيدة جدا في الجزء اللي لعب ما عنديش مشكلة في مستوى وليد سينيمان لكن لعيب بقاله فترة طويلة أنت كمدرب أوير أكيد بحالة اللعبة اللي معاك بقاله فترة طويلة بعيد بره لسكواد فأنت لما تيجي تدخلوا وتشركوا في المباراة أنا كان عندي علامة استفهام وتاني التغييرات كان أولى إنه في بعض التغييرات تكون موجودة في النهاية آخر بقى تغييرة نقفل بها مباراة الزهاب إنه لما يكون بقى سبع تمن دقايق أنا عايز أسجل عشان المباراة بقت صعبة جدا لأ مباراة سهلة لأ المباراة سعبت علي أن النتيجة بقت 2 واحد وبقى 7 دقايق فأنا عايز أسهل بقى مباراة العودة فأنا عايز أدتت عشان أجيب جون فأروح مغاير أيمن أشرف ونزل محمود وحيد وأنا عندي ستيل مهاجم على البنش ما نزلوش دي كانت حالة من التعجب الكبيرة جدا عندي في التغييرات من النقط الملاحظة جدا في مباراة الزهاب وعايز أتكلمني في مباراة العودة بيها أن نبدأ بها أنه ستيل أنا بحس أنه مع طريقة لعب بيتسو موسيماني سواء غير لـ 3-4-3 أو 4-4-2 أو 4-4-4-3-3 أو 4-2-3-3-1 أي طريقة بيلعب بها النادي الأهلي بحس في مشكلة في خاطة فعال نادي الأهلي دايما في مشكلة في خاطة فعال نادي الأهلي وفكر الناس في مباراة الزهاب كان فيه انفراد للرجاء في الوقت المحتصل بدعا من الضوء وكان ممكن يتعادل مع النادي الأهلي ليه دايماً فيه مشكلة دفاعية بغض النظر عن الأسماء اللي موجودة مش بتكلم عن المستوى ما دي واحدة من الأسباب يا كريم إنك عملوا تغير كتير أوي في حاجات إضطرارية منها إصابة طويلة لبدر بنون طبعاً أكيد يعني منها الإصابة الطويلة بعد الحالة الجيدة اللي كان عليها رامي ربيع الإصابة طويلة شهر يمكن إن شاء الله بداية من شهر مايو إن شاء الله يبطل يرجع رامي ربيع لكن إنت عملوا تغير كتير جداً جداً في خط الدفاع لما بيلعب بالتلاتة ليه؟ لإنه حمدي بيقفلوا الجاب المشاكل اللي عنده لإنه دايماً فاكر لما كنا بيتكلم على كارلوس كروش كنا بيقول نجاح كارلوس كروش مش هو نجاح الأفراد هو نجاح المنظومة اللي كونا كارلوس كروش في الحالة الدفاعية لمنتخب مصر نفس القصة إنت عندك مشكلة في المنظومة اللعيبة بتدافع ولا ما تدافعش بتقف وترحل صحة ولا لأ علي معلوله واحد من نجوم النادي الأهلي واحد من أهم مفتاح لعب النادي الأهلي عنده مشكلة دفاعية ما نقدرش ما نقولش إنه ما عنده مشكلة دفاعية فلما بتلعب بربعة بيحصل حاجة من اتنين خطأ إجباري إما اللعيب الليفت سنتر باك أو قلب الدفاع على ناحية الشمال بيروح يغطي في المنطقة فبيفتح سبيس في العمق أو إنه بيفضل مكانه فبيسيب اللي سبيس اللي وراء عليه معلول فأنت بتستقبل من الجابها دي ولو نرجع لي الهدف اللي تم استقبله النادي الأهلي الخصم أو ناحية اللي ميم بتلاقي المشكلة دي برضو متواجدة في غياب أكرم توفيق أنا أكرم توفيق كان بيعرف يعلجها شوية أو يسدها شوية أكتر كمان من محمد هاني أو حتى كريم فوادي يعني الدفاعين ما هي مشكلة الترحيل بقى كريم ما هو أنت لما بيحصل عندك جاب في أي جابها بتسحب الجابها كلها لأن الترحيل حتى لو تعمل صح أنت لو رجعت البعض اللي قطط في المباراة اللي فاتت المباراة الزهب هتلاقي محمد هاني بيغطي فين في الليفت سنتر باك محمد هاني بيدخل كل المسافة دي عشان يغطي في الاسبيس اللي مفروض ما تواجدش فيها فالترحيل ده بيخليك عبل ما بتعالج فترة أو بتعالج اسبيس أو جاب موجود عندك فط الدفاع في ناحية هيفتح معاك في جابها تاني أكرم عنده ميزة الوان في وان أو الواحد على واحد لأنه العيف سي دي ايمة أو مركز ستة في الأساس فهو ممتاز في الواحد على واحد لكن هاني وأكرم كل الظهراء اليمين اللي موجودين في النادي الأهلي عندهم مشكلة تمركز نوعاً مات هي مشكلة أفرادة أكتر منها منظومة الله ينور عليك هي مشكلة منظومة هي مشكلة منظومة عشان بالمقارنة بكالله سكيروش اللي انت ذكرت اسمه مع منتخب مصر أنه الأفراد كان بتتغير كتير برضو طبع بس ما كنتش أبداً تحس بخلل في الدفاع منتخب مصر لأنه انت كنت مكون منظومة حميهم بلعيبة خط الوسط عشان كده قلت لك أفضل شكل للنادي الأهلي حتى دفاعياً أنك تثبت التشكيل وتحاول أنك تلعب بتلاتة أو أربعة تلاتة تلاتة عشان كده أنا متفق معاك إن هي مش القصة بس في الطريقة القصة هنبقى فيه لعيب تالت بيقفلك الجابس دي اللي هو حمدي فتح دايماً نزجوك يا إما موجود ما بين الاتنين سنتر باك فأنت بتلعب بتلاتة وراء أو موجود قدامهم زي ما كان بيلعب في منتخب مصر عشان تحمي الاتنين بوجود حمدي فتح فمهم جداً جداً إنه تقفل الجابس دي خاصة الطريقة اللي هلعب بها لأهلي في مباراة الرجاء غداً إن شاء الله من وجود نزج هتكون إيه؟ الأنسب للأهلي إيه والأفراد كمان أسماء الأفراد اللي المفروض يشاركوا في هذه المواجهة وإزاي كمان موسيمان يقدر يقسم المباراة دايما المباراة دي بتبقى محتاجة تقسيمة جيدة وزكية من المدير الفني خاصة إنك هتلعب مباراة كبيرة واستعادة كبير من الجماهير ملعب الرجاء دايماً ملعب حماسي جداً في ضغط وفي توطر بكل تأكيد يتعامل إزاي موسيماني مع هذه المباراة؟ نقطة مهمة جداً يا كريم انت ربطت ما بين الملعب وحماس الجماهير 35 ألف أو 40 ألف يكونوا موجودين بكرا إن شاء الله مركب محمد الخامس دايماً سواء بيلعب عليه الرجاء أولو ده بيقوموا وانتلع عن آخره الشكل إنك أولاً لازم تمتصر الرجاء ده مش معنى إنك تتراجع لأ معنى إنك تعمل هولد للملعب معنى إنك تبقى واقف كويس ومرحل كويس ماسك كويس عمل الماركين كويس قافل الجابس اللي عندك بشكل جيد تلعب 4-3-3 ليه 4-3-3 ناس كتير عايزانا نلعب 3-4-3 ناس كتير كان بتقول إنه دي أفضل طريقة لعب بها النادي الأهلي لكن خليني ما هو أنا عشان أختار طريقة أنا لازم أبص للمنافس بيلعب إزاي المنافس بيلعب 3-4-3 في كل المباراة اللي فاتت هل هيلعب لما نيجي للرجاء أقول هل هيلعب 3-4-3 ولا لا لكن 3-4-3 أنا بأمم بيها الخط الخلفي بشكل كبير لكن لما بيكون بيطراح علي بلعيب واثنين أو إن الفريق اللي قدامي بيلعب إذا كان الفريق اللي قدامي أصلا ما عندهوش مهاجمين الفريق اللي قدامي بيلعب حتى المهاجم اللي عنده هو شادو سترايكر الحميد أحداد بيلعب في الاسبيس فين اللي جي منها الجون الأول اللي أحرزه الرجاء في القاهر اللي هو مني تجميع لها بناحية اليمين محسن بيتولي الجناح بيسقط معاه ويبطير الترحيل العكسي اللي أنت كنت بتتكلم عليه اللي هو المشكلة الدفاعية عند النادي الأهلي لما الملعب بيتحرك كده لو أنا شايف إيدي لما الملعب بيتحرك كده الموضمون بتوى الرجاء بتحركه معاك لأنه بيجمع اللها بناحية اليمين فمين اللي دخل جاب الجون محمد زريدة جناح الشمال دخل جوه العمق فهو بيجمع ناحية اليمين وهي دي طريقة اللعب الرجاء بيعتمد على حاجتين مهمين جدا 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 في طريقة لعبه الست بلاي أنه بيجمع اللعب ناحية اليمين وبعد كده يبتدي يلق ناحية الشمال أو في العمق بكروسس أو كور بيتم إرجاعها للخلف التجميع ده بيتم بمحسن متولي وحميد أحداد ومعاهم محمد زريدة اللعيب الثالث اللي متقلق بشدة الموسم الحالي الطريقة الثانية هي الست بيس اللي مهمة جدا الأهلي نجح تماما في السيطرة عليها في مباراة الزهاب لكن مهمة جدا 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 تحت الضغط الجماهيري ده حالة التركيز والترحيل والمسك لازم تقماسك كوي بشكل كويس جدا غياب مروانها نهودي المدافع الأساسي والوحيد اللي تقريبا ما بيتغيرش في خطة فع نادي الرجاء هو أفضل لاعب عندهم في الست بيس أو في قرات السابتة مسجل هدفين في دور المجموعات رغم أنه مدافع وقلب الدفاع بيشتغل بشكل ممتد مش موجود في مباراة العودة لكن هيستعيدوا ورقة مهمة جدا جدا هو محمد النهيري محمد النهيري واحد من أفضل اللعيبة الجوكرز اللي بيلعبه كان موجود قبل كده في الوداد ولعب في نادي العين السعودي لفترة وبعدها متواجد دلوقتي في نادي الرجاء كان موقوف ملعبش مباراة الزهاب بسبب تراكم البطاقات لكن هنا هي دي النقطة اللي هتحدد مدافعين التلاتة اضطرد منهم واحد فما عندوش غير اتنين رشيد الطوسي السبع مباراة اللي لعبهم أربع مباراة في دوري الأبطال مباراتين في الكاس ومباراة في الدوري السبع مباراة لعب التلاتة أربعة تلاتة ما غيرهاش أبدا مهما حتى كان بيغير الأسامي كان مريح مجموعة من اللاعبين في مباراة الكاس لكن ما غيرش تلاتة أربعة تلاتة لكن دلوقتي هو أمام اختبار صعب ما عندوش لعيد ثالث يلعب في الخط الخلفي عندو إلياس حداد موجود وجمال حركاس الاثنين موجودين دول التلاتة المكمل اللي مروانها دودي مين بقى يخش يلعب ثالث معهم هو ده اللي بيفكر فيه هل هيدخل أسامة سقحال الباكليفت اللي لعب مباراة النادي الأهلي لول وينجباك ويخش يلعب معهم ثالث ولا يلعب محمد النهيري اللي راجع بعد الإيقاف في مباراة الزهاب ويكون موجود لأن محمد النهيري لك أنت تخيل محمد النهيري لعب مع منتخب المغرب للمحليين ومنتخب المغرب الأول والوداد والرجاء ولاني السعودي لعب في كل مراكز خط الدفاع ولعب في الجناحين لعب في ستة أو سبع مراكز في الملعب ورقة مهمة جدا جدا لازم يتم التركيز عليه محمد النهيري لعب في الليفت سنتر باك وفي الرايت سنتر باك وفي الرايت باك وفي الليفت باك جناح اليمين وجناح الشمال في كل المراكز دي فمحمد الناهيري ورقة مهمة جدا هتحدد مين اللي هيلعب تالت لو أصر رشيد التوصي ان يلعب بتلاتة في الخط الخلفي فتلاتة اربعة تلاتة هتسمح بنفس المشاكل اللي كانت موجودة عند الرجاء ومن هنا لما نقول ان الرجاء يلعب بتلاتة اربعة تلاتة بنفس الشكل خلينا نقول كمان التشكيل المتوقع للرجاء بكرة انه هيكون عنده الثلاثي لو دخل الناهيري في العمق هيكون عنده جمال حركاس إلياس حداد ومحمد الناهيري وسامة سقحال ناحية الشمال عبدالإله مدكور ناحية اليمين هيلعب باثنين في قلب الملعب هابرسنجومة ومحمد المعكزي دول اتنين احنا كنا نتكلم على انه لعب بتلاتة اربعة فقط الوسط والسلاسي الامامي اللي ما بتغيروش محسن متولي محمد زريدة وحميد احداد التلاتة اربعة تلاتة والشكل التشكيل المتوقع للرجاء اللي يلعب بيه بكرة لازم تقابله انت ازاي تقفل عليهم الملعب بالشكل ده لما تلعب اربعة تلاتة تلاتة في وجود الرباعي اللي موجود المباراة اللي فاتت هو نفس الرباعي محمد عبداليماني ياسر ابراهيم قلبين دفاع ناحية اليمين بمحمد هاني ناحية الشمال بعلي معلول لو ربنا اراد لانه لسه يعني احنا لسه بنتكلم باقي ساعات لكن لسه الراجل بيفكر هل يتم اشراكه ولا يرجع تاني الايمن اشرف اللي لعب مباراة الزهاب ووسط الملعب يلعب بالثلاثي حمد فاتحي قدام الاثنين عشان يحمي خاصة الناحية الشمال وده نقطة مهمة كنت تتكلم عليها كريم الترحيل والجابس والمشاكل اللي لدي الاهلي بيتم اختراقه عن طريقها فين الاسبيس اللي موجودة ما بين قلب الدفاع سواء ناحية اليمين او الشمال قلب الدفاع اليمين والباكرايت قلب الدفاع الشمال والباكليفت مين القادر انه يشتغل في الاسبيس دي وحمد فاتحي اثنين قدامه بقى ليو ديانج وعمر السلية وثلاثي امامي لازالت الحيرة اكيد في رأس بيتسو انه يمكن زي ما قلتلك من شوي انا سألته في المؤتمر حسنت ان شريف ممكن ما يكونش موجود فانت شايف ان بيرس تاوي ممكن يبقى موجود ممكن بيرس تاوي بموجود يشتغل باحسان الشحات اللي قدم شرط اول ممتاز في مبارات الزهاب وعلى الشمال اعتقد اللي يكون موجود على الناحية الشمال وحمد عبدالقل جمال انت شرفته ونورته دايما بستمتع جدا انا بقى دايما ببقى وانت معي ببقى مستمع جيده بس حبيبا كريبا ربنا اخلي عشان ما شاء الله يعني اداء رائع جدا انا مستمتع بيكم ومبسوط ان انا بجود معك لعيب اشكرا يا جمال حبيبا كريبا شكرا جزيلا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مواجهة الشقيق الرجاء المغربي مواجهة كبيرة بين فريقين محترمين في القرى الافريقية ان شاء الله تخرج بالشكل الامسل وان شاء الله تخرج بانتصار لنادي الاهلي وسعود الى الدور القادم اشوفكم يا رب على